بسامة مشاهدين الأكارم أهلا وسهلا بكم إذا نكد شارع الفلسطيني صعدته بالهدف الذي سجله ياسين إبراهيمي في مرمى نادي صهيوني رافضينا اعتبار مشاركة نجم الخضر مع ناديه بورتو في مواجهة ماكا بتل أبيب صهيوني تطبيعا رياضيا مع الكيان الغاصب وهذا في ميكروفون مراسل للنهار في غزة شعيب يوسف ربما نحن نشجع عن دية أخرى ولكن في ظل أن بورتو يلعب وياسين إبراهيمي يلعب ويسجل لفريق بورتو البرتغالي ضد فريق الكيان الصهيوني كنا نشجع بالأمس ياسين وهو يلعب مع فريق بورتو استطاع اللعب الإبراهيمي أن يسجل هدفا في مرمى النادي الإسرائيلي وفي الوقت الذي يسجل فيه المواطن الفلسطيني والشباب الفلسطيني أهدافا عديدة هذه الخطوة والهدف الذي سجله إبراهيمي يعكس بمرة أخرى الدور الكبير الذي يقدمه الشعب الجزائري من دعم غير محدود ومطلق للقضية الفلسطينية نحن بصراحة نشجع أي لعب عربي على أن يواجه هؤلاء الصهاينة في ملائب أوروبا ولا نعتبر أن هذه المواجهة تعد نوعا من أنواع التطبيع الرياضي بمقابل ذلك قسم الشارع الجزائري حول مشاركة تدولي الجزائري ياسين إبراهيمي رفقة ناديه بورتو ضد نادي مكابي تل أبيب الصهيوني في ربطة أبطال أوروبا أين أبدأ البعض غضبهم وصخطهم في حين اعتبر البعض الآخر الأمر عاديا ورياضيا بحتا ممكن قال هو صراح باللي بون نلعب ولا ما نلعبش قار برسونال والدنيا بصحة نوجي كمو يا أخو يعني يخلص فيك باش تلعب قوي مسيني كونترا يلزم عليه يلعب وصافي بليزير كي مركم على اليهود بسكو هنا ستنبوت بليك بين أنار جريان بليك راهو زد در تغرف اليهود وبارك الله فيه لها دوما اليوم يقولوا براهيمين يلعب نور موالله خاطش الرسول كان يتجر معهم الرسول كان يتجر مع اليهود ماشي مع الساحة هنا اليوم يقتلوا في فلسطين كل يوم بلزيرتان كدخل براهيمين يلعب بسكو يقول لك شحنا وقال لك الواحد لبصانتاج تعبراهيمي هي كي ماركة بسكو عندنا نعرفوا بلا واحد كونترا 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 يبين حكايتو وخرج بالفرحة دياله ما مع سجداتها وليدارها وكي ماركة ما شي حرر فلسطين ولا زعمة سجد لنحتالها علاقة معنا نما يريبريزنتينش براهيم القانون سي للوصي للوالهي هنا شوية شغل زعمها شغل تعملوا شوية العاطي ثم ما الماركة ميتين بيتخو بورمو خسارة كبيرة لشخصية اللعب ما روحوا شغل احترافية كين شخصية اللعب خو احنا الجزائرين احنا كيكون اسرائيل احنا الجزائرين احنا تزائر احنا تاني قدنا قلبنا حار احنا كل شي وحمد لله احنا يدي زال جيريان قولوا مسلمين دونك احنا مسلمين خلينا من انا سوي كونتر خو عفسا ما تشرفش قاع فراحة لو كين مسجد الهدف الثاني ولكن ما احبيتش كين عبنا عملاش خطروا بجيخ مسمع اللي جورت علي وفي ذات سياق السبعد مداري بورتو جوليان وبيتيقي اعفاء ابراهيمي من التنقل الى تل ابيب في الجولتية المقبلة والمشاركة في لقاء العودة ضد تل ابيب الصهيوني في خبر اخر كدى مهدي الاحسن لاعب نادي خطف الاسبانيان فريقه يقدم مستوى جيد في بداية البطولة مضيفة ان ان امبارات السبت المقبلة ماما اشبيليا ستكون صعبة لكن الفريق يسعى لتحقيق الانتصار لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية حققنا نتائج ايجابية وفزنا بثلاث مباراة الداخل للقواعد ونحن بحاجة لفوز اخر خارج الديار لكن اشبيليا من الفرق الاكثر تعقيدا في البطولة الاسبانية وتملك لايبنا في المستوى ومن الصعب العودة بنتيجة ايجابية من هناك لكننا سنتنقل بكل حماس لهذه المباراة نحن في حالة جيدة وسنعود بالفوز من هنا اكدت ادارة ناجم السحرية التونسي مغادرت المهاجم المتخب الوطني بغداد بونجاح الى السد القطري في جنبيا المقبل بعد اصرار نادي القطري على الاستفادة من خدمات اللعب وعدم تجديد عارته وهذا حسب موقع جلوبل تونس الذي اضف بان ادارة السحرية تفاوز المهاجم التونسية من الشرميطي لتعوضه اطلقت الاتحادية التنزانية لكرة القدم حملة واسعة لجمع التبرعات من الجماهير التنزانية لدعم منتخب بلادها المنافس القادم المتخب الوطني ضمن منافسة الدور الثاني من تصفيات مونديال لروسيا 2018 حسب موقع افريك سفور وهذا لانجاح تربص الذي يقيمه المنتخب التنزاني استعدادا للخضر وهذا بسبب الازمة المالية التي يعرفها الاتحاد التنزاني وكما هو معلوم مباراة الذهاب في 14 من نوفمبر والاياب في 17 مناء الشهر ذاته وجه مصطفى زروق رئيس امل اربعاء المؤقت اتهمت خطيرة لدى تأكيده على ان حكام المباراة قد رتبوا لقاء لصالح اتحاد العاصمة في تصريحات جدو خطيرة موسيقى كنتي كيطاب وقال كي تخنف عندنا دخلين في الفيسير في الاميطان جو ديريجون اسميس اللوانفليونسي الاربيت الانفليونس هو جي انتيرفينو بس عنا نعب المساج كان عقب بينتهم والاربيت الابروف انه اذا ساكنا ديزمي تخسرنا الماتشو وهكم تشوفو اشهد تاهلت سيدات هنوية تيزيوزو الى بطولة وطنية المدرسية لكرة الطائرة التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل بها الجلفة عقب فوزهن على سيدات هنوية الشلف بشوطين لواحد في تصفيات ما بين الجهات خولة منصوري رصدت التالي احنا راني فرحانين بزر هذا الماتشو وعار وصلنا باش نربحو حبينا بزر باش نربحو وخلاص وصلنا لبت ديالنا انا فيو ماتش تريزيكيليبري بين دوزيكيب نقولوا نقولوا اسيه اغريب مع غالية الشلف بشكو سيداتلات اللي اللعبوا في سيفيل و اللعبوا 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 اه 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 كم شفتو انتري 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 بون نيفو وشهناز زيزوي اذا التقرير لهما نعم يبدو ان رياضة الطيران الشراعي الحر بدأت تستهوي قلوب شباب منطقة الركنية بغالما حيث يستعيد الرياضيون المختصون للصعود فوق جبل الدباغ الف متر على سطح البحر رغم سوء الاحوال عملية الطيران نجحنا احنا اثنين طيران ريح كان قاو شوية قيل شوية صعوبة في الإقلاع ولكن نتم العملية الطيران بنجح هذا وقد ميز هذه التدهور الرياضية النادرة حضور مختصين في الرياضة الشرعية من فرنسا وكندا الذين بدأوا اعجابهم بتداريس المنطقة والطبيعة الخلابة الطيران الشرعي رياضة تسمح باكتشاف خبايا المنطقة وترويج السياحة الجبلية وإخراجها من العزلة مشاهدين على كال منهاية اخبارنا الرياضية عودة لمحمد بسا ولكن بعد الفاصل